موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أحبتي في الله ونحن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لا بد لنا أن نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية ألا وهو حسن الخاتمة أحبتي في الله يسعى العبد في حياته إلى أن يعمل ما يعمل من أجل حياته ومن كسبها ولكنه ينسى أمر الآخرة وينسى ما يقدم لله سبحانه وتعالى فنحن حريصون على العمل وعلى الدراسة وعلى كل شيء ولكننا نهمل أمر الآخرة والعمل الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين أم سلمة لما سئلت عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فكانت تقول كان يدعو صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان يدعو صلى الله وسلم اللهم إني أسألك حسن الخاتمة وكان يكسر اللهم إني أسألك حسن الخاتمة فلذلك أحبتي في الله إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل حس الخاتمة فما بالنا نحن أيها الأحبة لا نسأل الله عز وجل ذلك حس الخاتمة أيها الأحباب الكرام أمر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ذكر عنده رجل يقاتل بشجاعة ويقاتل بحمية فأثنوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا ففي النار فتعجب الصحابة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا ويقاتل بالشجاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما هذا في النار يقول راوي الحديث فوالله قلت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء إنه وإلا وإحنا لأتمعنه حتى أكون ظلة يقول فتبعته في المعركة وما هي إلا أن جرح في صدره جرحا شديدا فعمد على سيفه فقتل نفسه فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت أشهد أنك رسول الله فقال لي صلى الله عليه وسلم لماذا تشهد قلت يا رسول الرجل الذي ذكرنا عندك قد قتل نفسه فقال صلى الله عليه وسلم وننتبه إلى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إنما الأعمال بالخواتيم أيها الأحباب الكرام والإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه في وفاته كان عنده ابنه عبد الله يقول له يا أبي قل لا إله الله والإمام أحمد يقول لا لا يقول فتعجبت أقول لأبي قل لا إله له وهو يقول لا لا يقول ما هي إلا لحظات حتى فتح أبي عينه فقال ما بارك يا عبد قال يا أبتي أقول لك قل لا إله لله وأنت تقول لا لا ما فتك بعد يقول يا ابني جاء الشيطان فأراد مني أن أزكي نفسي وقال لي يا آل قد فتني يا أحمد لقد فتني يا أحمد أراد مني أن أزكي نفسي فأقبض على معصية أما الآن فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فمات رضي الله عنه وأرضاه أحبتي في الله فإذا كان الإمام أحمد وإذا كان قبل الحبيب صلى الله وسلم والإمام أحمد يسألون الله عز وجل حسن الخاتمة فلذلك أحبتي في الله يجب علينا نحن كذلك أن نسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا على خاتمة حسنة ها هي أيام رمضان قد انتهت فلا بد لنا أن تكوننا في خواتيم رمضان وقفة عظيمة وقفة عظيمة بأن نعمل ونجد العمل ونبقى على أدامة العمل فيما بعد رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير العمل أدومه وإن قل فلا بد لنا أن نداوم على الطاعات التي كنا نعملها حتى تكون الخاتمة حسنة وحتى نقبض على طاعة الله عز وجل فإن أعظم ما يلقى العبد به ربه تبارك وتعالى هو أن يلقاه وقد كانت خاتمة على طاعة الله سبحانه وتعالى إذن أحبتي في الله لنجد ونجتهد وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون خاتمتنا خاتمة حسنة وأن نلقاه سبحانه وتعالى وهو عنا راب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر